موسيقى عبر محمد حاني في كارشاك مهندس تركيا الجنسية يشتغل في ميناء بويافر بن نادور عن إعجابه الشديد بمدينة النادور والمشاريع التي تقود وكالة مارشيكا المهندس التركي الذي يمارث الرياضة يوميا لمسافة 8 كم على ساحل البحيرة اعتراه ذهول شديد من جمالية مدينة النادور المدينة التي جمعت بين الجبال الشاهقة التي تخترق قممها قلب الثحابة وبحار رمالها الذهبية وقال كارشاك في تصريح لوسائل إعلام محلية أن التغييرات التي شملت جنبات كورنيش النادور أعطته رونقا خاصا وزادت من جمالية المكانة ويضيف المهندس التركي أن المشاريع الثياحية التي عرفتها منطقة أطاليون جد مهمة وستثاهم في الإشعاع الثياحي للمدينة التي تذخر بمؤهلات ثياحية وطقس هائلة ووجه تركي محمد حنيف رسالة تهنئة باللغة التركية لثاكنة النادور خاصة والمغرب عامة متمنيا أن تعم عليهم هذه المناسبة السعيدة باليمن والفرحة والبركاتة ويشهد كورنيش النادور مساء كل يوم منذ رفع الحجر الصحي تذاحما بين المصطفين وأهالي الجماعات المجاورة وذلك بعد نزولهم البحر نهارا للاستمتاع بالأجواء الصيفية والعطلة المدرسية وتجلس العائلات على طول كورنيش البحر الذي شهد ازدحاما في منطقة شاطئ مارشيكا وسط أجواء من الثرور وبهجة الأطفال فيما نشهد ليلا حالة من الثيول المرورية بطريق كورنيش البحر والشوارع الجانبية وسط تواجد رجال الأمن الخاص لتنظيم المرور وتوجيه المواطنين على احترام مسافة التباعد وفض تجمعات الكبيرة فضلا عن وجود دوريات أمنية مشددة تجوب الشوارع لم يكن أحد يتحدث قبل عقد من اليوم عن استقطاب النظر للسياحة حتى مجيء وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا للوجود سنة 2009 والتي أعطت الأمل في تنمية سياحية بالإقليم هذه المؤسسة عملت على تنفيذ استراتيجية تنموية منسجمة ومبتكرة في هذا الصدد والتي رسم معالمها صاحب الجلالة الملك محمد الثالث فأخذت في إطلاق مشاريع كبرى تهدف أساسا إلى تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة للنظر الكبيرة مارشيكا مشهد يمزج بين جمال البحيرة وتحدي بقائها جنبا إلى جنبا مع المتوسطة في لوحة تشكيلية قد لا نظيرها جبل متوسط الحجم يقف كأنه يحرص البحيرة التي تحيط به من ثلاث جهات أما المدخل فتوجد به بنايات قيد الإنشاء وأخرى مكتملة البنيانة هذا المشروع الضخم ينتصب اليوم كمشروع ثياحي وحضري هام من شأن الإثام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق من خلال إحداث الثروة والنهوض بالتشغيل وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي للبحيرة تبلغ مساحة مارتشيكا 115 كم مربعة وتمتد الكتبان الرملية على طول 25 كم يفصلها عن البحر الأبيض المتوسط بإمكانياتها الطبيعية والإيكولوجية الغنية تستفيد حاليا من مشروع في مستوى التزامات المغرب من أجل تحقيق التنمية في احترام تام للمتطلبات البيئية البحيرة من الداخل تعطي نظرة أخرى عنها حيث تظهر مدينة النادور من جهة ومدينة بننثار من جهة أخرى والبحر الأبيض المتوسط في الأفق وهدوء المكان يخفي تاريخا طويلا من أمم وحضارات استغلت البحيرة لمآربيا الخاصة وعلى أحد أدراف البحيرة ميناء صغيرة يصطف علي عشاق ركابي اليخت وأخرى مخصصة للقيام بجولة داخل البحيرة بينما تنتشر مراكب سيد صغيرة في أرجائها البحيرة التي كانت تشكو من العديد من المشاكل البيئية جراء مخلفات الميناء العسكرية والنفاية المتراكمة منذ عقود بسبب بعض الشركات التي كانت تستغل البحيرة فإن حلول وكالة مارشيكا جعلها تتحول إلى بحيرة سياحية بامتياث فأصبحت قبلة للمواطنين والأجانب خاصة الإسبان منهما فضلا عن ممارسي رياضات البحر المشروع الكبير لتهيئة وتأهيل موقع بحيرة مارشيكا يتوخى إحياء هذا الفضاء الفريد المصنف كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية وأيضا على قائمة رمثارة الاتفاقية حول المناطق الرطبة منذ سنة 2005 وتضمنت المرحلة الأولى من مشروع تنقية بحيرة مارشيكا باستثمار بقيمة 1.5 مليار درهم وكان للأشغال التقنية وقع الشماعي هام حيث تمت تعبئة يد عاملة محلية أصبحت على دراية بعد ذلك بالمهن المتعلقة بالبيئة المبادرات التي تم إطلاقها أهمت على الخصوص إنجاز محطة لمعالجة المياه المستعملة بالناظر الكبير وتنظيم خدمة جمع ونقل وتخزين النفايات الثلبة وإعادة تأهيل المطرح القديمة وإنجاز مركز جديد للتخزين ومكن افتتاح ممر شديد طوله كيلومتر واحد وعرضه 300 متر من إعادة إحياء المجال البحرية وعودة الطيور المهاجر إلى البحيرة لافتا إلى أن مراقبة الطيور يمكن من اجتذاب وفق دراسات أولية ما يناهز 150 ألف زائر ثانويا كما أن حماية البيئة وتثمين الواجهة البحرية والإسهام في تحسين عيش الثاكنة تعد دمنا أهداف مرش كمادة ومن بين المشاريع الرائدة أيضا تأهيل كورنيشون نادور بوصفه قطبا حقيقيا للجاذبية الحضارية والسياحية وذلك بفضل العديد من التهيئات المنجذة بما فيها مصارات الدراجات وملاعب القرب ومصار طبيعي ومنتزه للألعاب وإضاءة ملائمة وتم إحداث الشطئ الحضاري للنادور الذي أحدث على المطرح القديم للنفايات انطلاقا من الرواسب الطبيعية المستخرجة من جرف البحيرة ويروم هذا الفضاء الجديد توفير مكان للترفيه والاستجمام لذوار البحيرة مع حماية الواجهة الساحلية وفق ما أفاد به المدير العام لمارتشي كاميدا قال الأستاذ الجماعي ذكريا ملياني إن ضخ 120 مليار درهمة في الاقتصاد الوطني كما أعلن عن ذلك الملك محمد الثالث في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الدكرة الواحدة والعشرين لعيد العرشة قرار دو طابع استراتيجية سيسهم في إنعاش سريع للنسيج الاقتصادي الوطني الذي عانى خلال الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وأضاف ملياني وهو أستاذ القانون الخاص بجامعة الحسن الثانية بالدار البيضاء في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الخميس أن هذه المبادرة ستمكن حتما من إنعاش الاقتصاد الوطني بشكل أسرع والحفاظ على فرص الشغل وخلق المزيد منها وحسب ملياني فإن هذا القرار سيمكن أيضا من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة منح اتقال شراكائنا الدوليين لا ثيما وكالات تصنيف الاعتمانية الذي ستراجع تصنيفنا بالتأكيد إلى مستويات أحسنة وأشر إلى أن النقطة الاقتصادية الرئيسية الثانية في خطاب العرش تتمثل في إحداث الصندوق الاستراتيجية للاستثمار لدعم التحولات الاقتصادية والمالية الكبرى في البلاد مبرزا أن هذا الصندوق الاستثماري الذي سيساعد على تعزيز قطاع الاستثمار سينخرط بشكل أساسي في مصاري تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير الناتج المحلية الإجمالية وتعزيز الصادرات وكد احتياطات النقد الأجنبية وسجل أن هذا الصندوق الاستثماري بتعريف بسيط هو جهاز لإدارة المحافظة المالية مؤشرا إلى وجود عدة صناديق استثمارية خاصة في المغرب تطلع بدور رائد في اقتصاد البلاد لكن المملكة تحتاج الآن إلى الصندوق الاستثماري عمومي دو طابع استراتيجي يحدد الأولويات الملحة ويستهدف الاستثمارات في شراكة مربحة بين القطاعين العام والخاص وبعد أن وصف الخطاب الملكي بالواضح والمباشر والموجه لتطرق إلى العديد من النقاط المهمة والمدعية التي تهم جميع المغاربة أكد ملياني على أهمية الاطلاع الإدارية المخطط له في الأفق القريب والذي يهدف من بين أمور أخرى إلى تصحح الاختلالات الهيكلية في المؤسسات والمقاولات العمومية وضمان التكامل والاتثاق الأمثل بين مهام كل منها وفي نهاية المطافة تحسين كفاءة الاقتصادية والاشتماعية غواثة عذكرية إسبانية تبحر قرب النادور تذامنا مع احتفال المغاربة بعيد العرش قامت القوة البحرية الإسبانية اليوم الثبث بنقل غواثة ترامونطانا إلى مدينة مليليا المحتلة تذامنا مع تذامنا واحتفال المغاربة بعيد العرش المجيدة وأبحرات الغواثة في عمق البحر بالقرب من سواحل النادورة قبل أن ترثوا في ميناء المدينة المحتلة دون أن تسمح السلطات لثكان هذه الأخيرة بزيارة تطبيقا لتدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدة وقالت مصادر إسبانية إن إبحر غواثة ترامونطانا إلى مليليا يأتي في طريق إحياء الاحتفال بالأيام المفسوحة للقوات المسلحة والتي ستجرى هذه السنة في ظروف استثنائية فردتها جائحة تاكوفيت 13 وكانت الغواثة زارت مدينة مليليا قبل الثنتين بعد غياب دام 12 عاما وأعلنت إسبانيا أن ذاك أنها ستتمح للثكان الثغر المحتلة باكتشافها احتفاء بعيد القوات المسلحة إلى ذلك يرتقب أن تشرع الثفينة الحربية المذكورة في تقديم خدمات تدريبية لفائدة الجيش الإسبانية بمليليا إضافة إلى مناورات عسكرية بميناء الثغر المحتلة وتساءل متتبعون حول سبب وصول الغواثة الإسبانية هل هو استعراض عسكرية أم استفذاذ جديد للمغرب